موسيقى في الدرسان اليوم سوف نكمل الجزء الثاني الذي ستحدثنا عن فورب ديتا وإذا بعض النقاط أخرى مما عن فتش من نوع طريق درسان بوست لنطلق الدرسان اليوم قبل أن نبدأ الدرس إذا كنت ما زلت لست مشاركة في قناتنا قم بالضغط على زر الاشتراك وقم بالتشغيل زر الجرس ولا تنسي إعجاب الفيديو وإضافة دائما تعليقات جميلة على الفيديو لكي يصلك أفضل درس لتعلم البرمجة مجانا نصل إلى الدرسان اليوم النقطة المهمة في الدرس السابقة شرح لكم كيفية إرسال بيانات Object عبر Fetch Post نقوم بالتحويل تركيب بيانات إلى بيانات بسيغة JSON ومن خلال المسارة الذي قمنا بإرسال بيانات إليها عبر PHP في مثال حالي نقوم بحصول على البيانات عبر كتابة الوامر ولكن عندما تقوم باستخدام Form Data فلا يتم تحويل بيانات إلى بيانات بالسيغة JSON يتم إرسال بيانات على إنه متجرد فريابر من نوع طريق ترسال Post يعني كأنك تقوم بعمل Submit للفرم من نوع طريق ترسال Post ويتم إرسال تركيب بيانات إلى سيرفا ومن خلال السيرفا تقوم بحصول على تركيب بيانات كأنها حدثة في نفس المسار هذا هو الفرق بين سنين عندما تقوم بالتحويل بيانات بالسيغة Object Javascript العادي إلى JSON يمكنك حصول على تركيب بيانات بالطريق التالي ثم تقوم بالتحديد بنفس كما ترغب بيانات وعبر Form Data البيانات لا يكون في سيغة JSON يكون بيانات على سيغة Array ويكون بيانات كأنه تم إرسال عبر Form إلى سيرفا عبر طريق ترسال Post في PHP عندما يتم إرسال بيانات عبر طريق ترسال Post إلى سيرفا يمكن حصول على تركيب بيانات عبر فريابة من نوع طريق ترسال Post في C-Shop وJava أو نوع US Javascript أو Python إلى آخره نفس المفهوم يتواجد لديهم طريقة للحصول على تركيب بيانات عندما تستخدم طريق ترسال Post أو Get المهم يتواجده بالنفس المفهوم هذه النقطة كنت أرغب بالتوضيحها لكم سوف أقوم بفتاح الملف التالي لأنني قمت بكتابة لكم بالشكل يدوي الأشياء التي سوف نتحدث عنه في درسنا اليوم سوف أقوم بحصف هذا الجزء في Javascript شرح لكم كيفية إنشاء Object من نوع Form Data يتواجد أيضا لدينا فنوكشنس التالية لكل منهم وظيفة لأن أفترض عندما يتم حصول على البيانات من المفهوم نرغب بإضافة مزيد من البيانات قبل أن يتم إرسال عبر طريقة Fetch Post يمكن أن نزال بكل سؤولة نقوم بتحديد الفرياب التي قمنا بتخزين منها البيانات عبر Object Form Data ونقوم بتزويدها ب Before Action الذي يسمى Append إن كنت ترغب بإضافة بيانات تقوم بتحديد Key و Value لنفترض أن أرغب بإنشاء Key يسميها على سبيل المثال Name ثم فاصلة ثم تقوم بتحديد القيمة على سبيل المثال القيمة التالية يكون بيانات من النوع النصي على سبيل المثال كودر شهار قم بتحديد نفسك وبهذا الطريقة يمكن أن يكون إضافة مزيد من البيانات إلى Form Data وتقوم بكل مرة بإنشاء Key و Value Key و Value مختلفة على سبيل المثال هذه المرة وبيانات أرغب أن نكون البيانات التالية فقط مثال ولاحقا أرغب بإرسال بيانات التالية إلى المثال التالية عبر Fetch Post لنقوم بالتجوة مثل ما تشاهد تم إرسال ترك البيانات بالنجاح هذه هي وظيفة الفنوكشن عندما تقوم باستخدامها على Form Data يمكنك أن تقوم بالتحديد بنفسك ماذا ترغب بقيام البيانات أنا أقوم باستخدام لرسالي عبر Fetch Post إلى المثال التالي ولكن تلحف في الاختيار ماذا ترغب بقيام ترك البيانات لدينا أيضا Delete إن كنت ترغب بحذر قيمة من القيمة الذي يملكه فريابة من نوع Form Data يمكنك أن تقوم بالتحديد Form Data ثم تقوم بالتزويد بفنوكشن التالي وهنا نقوم بالتحديد الذي يسمى الكي الذي نرغب أن يحص فيها من القيم الذي يملكه الفريابة الذي يكون منه Object Form Data الذي نفتر هنا أرغب أن يحص الكي الذي يسمى User Name إذا ضمن اختباص النصي نقوم بالتحديد الكي لنقوم بالتجوة مثل ما تشاهد قام بحذرها بالفعل الآن نتعلم توظيفة Function Appaint والDelete و Function Get يقوم بإعادة لك قيمة بخصصة ضمن مفتاح الذي نحدده لنقوم بالتحديد أرغب عبر Console.log بعرض قيمة الذي يملكه مفتاح يسمى Name على سبيل المثال لنقوم بالتجوة يعني يقوم بيعطيك قيمة الذي يجب لك بالمفتاح الذي قمت بالتحديد مثل ما تشاهد وإذا الشيار بالفعل إذا قمت ببعض هنا H مثل ما تشاهد وإذا لدينا Get All في حال كان يتواجد دمنا Object Form على سبيل المثال بالنفس الاسم Key يعني إذا قمت بتخزين دمنا اثنين قيم بالنفس المفتاح طبعا غالبا لن تقوم بقيام ذلك وفي حال إذا قمت بقيام ذلك إذا قمت الآن على سبيل المثال بالطلب بعرض القيمة الذي يملكه Key هنا سوف أقوم بقيمة مختلفة تستر سوف يقوم بعرض لك الفنوشن التالي القيمة التي يملكه المفتاح الذي قمت بتحديدها أول قيمة فقط لن يقوم بعرض جميع القيم الذي يملكه المفتاح الذي قمت بتحديدها في حال تم تكرارها مثل ما تشاهد فقط الأول إذا قمت بوضع Get All لنقوم بالتجربة مثل ما تشاهد قام بتجرب لنا بيانات بالسيغة Array ويحتوي على القيم الذي يملكه المفتاح الذي قمنا بالتحديد لن نكرر وظيفة الفنوشن التالي وهس يتم استخدامه للتحقق إن كان فريابة من نوع object form data يملك Key تقوم بالتحديد لن نفترض أرغب التحقق إن كان يتواجد ويحضر في هذا الجزء Key يسمى H بالفعل يتواجد لن نشاهد ماذا سوف يقوم بيعط لنا True بالفعل إذا قمت بوضع مفتاح لا يتواجد مفتاح مثل ما تشاهد فعل لا يتواجد أي مفتاح بهذا الاسم ضمن القيم الذي يجب لكم الفريابة التالية وبالنسبة للفعل يسمى Set يقوم بالتحديد قيمة يملكه أحد Key في حال لم يتم إيجاد Key الذي قمت بتحديدها سوف يقوم بالضافة Key ومع القيمة التي تقوم بتحديدها إلى object لن نقوم بتجوى نقوم Set ثم نقوم بتحديد اسم Key لنفترض في مثال حال أرغب حال أرغب بتحديد الكي التالي ثم فاصلة ثم نقوم بتحديد قيمة جديدة للمفتاح التالي لنفترض القيمة التالية وأرغب لاحقا بأن نقوم بعرض القيمة التي يجب لكم الكي الذي نقوم بتحديدها في مثال حالي ثم يجب مثل ما تشاهد إذا كان لا يتواجد المفتاح التالي بالأساس هل سوف يتم عرض لنا الخطأ؟ لا سوف يقوم بإضافة ذلك الكي سوف يقوم بالتزويد بقيمة التي قمنا بالتحديد وكرر من جديد يمكنك أن تقوم بالتحديد بنفسك ماذا ترغب بقيام بالبيانات Object Form Data أنت الحرف في الاختيار أنا قمت بإستخدام في مثال حالي بإرسال البيانات إلى المسار التالي وفي المسار التالي بما نقوم بإستخدام PHP يمكن أن نقوم ببرمجة ماذا أرغب بقيام بتلك البيانات أن الحرف في الاختيار إن كنت تقوم بالموقع تم برمجتي عبر C Sharp أو Java نفس المفهوم تقوم بالتحديد بنفسك ماذا ترغب بقيام بالبيانات بعدما تم إرسالي إلى ذلك المسار طبعا يجب أن تقوم بموافقة بإرسال البيانات إلى ذلك المسار هنا أوامر PHP لقيام ذلك في اللغة البرمجة أخرى يوجد أوامر خاصة لتلك اللغات للسمح بذلك لكي يعمل Fitch من دون أي مشاكل أتمنى أن يكون النقاط التي قمت بشرح لكم في الدرس اليوم واضح بالنسبة لكم في الدرس القادم سوف أعلمكم كيفية إرسال ملفات من خلال Fitch Post إلى المسار التي تقوم بتحديدها أتمنى لكم توفيق وأراكم في الدرس القادم إلى اللغة